اليوم هي منحة ممولة بالكامل في ألمانيا الجهة المانحة هي SBW Berlin Scholarship يعني موجودة في برلين كذلك يعني جميع الدول متاحة للتقديم المراحل الدراسية يعني المقبولة في هذه المنحة هي الباكارليوريوس والماجستر أما بالنسبة للدكتورة فإنها يعني غير متاحة التمويل يعني تمويل رائع جدا هي 500 يورو شهريا السكن الجمعي يعني موجود رسم دراسية بالمجان تذاكر طائرة من بلدك إلى ألمانيا كما يوجد كذلك كورس لغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية قبل الدراسة شروط التقديم لهذه المنحة راح تكون يجب أن يكون لمجموعة يعني مجموعك لا يقل عن 80% من آخر مرحلة الدراسية يجب أن يكون سنك لا يتعدى 30 عاما يعني يعني تكون معدلتك على الأقل على الأقل 80% يعني بما يعني ما يقارب يعني في الجزائر ما يقارب نديرو نحسبوها يعني نسبوها في نسبوها بالطريقة الجزائرية كما احنا عدنا لشتم الامدي لانانت سيغذان نديرو نديرو لانانتاك مثلا لانانتاك تعالى الباك ونضربوها في 80% نقسموها على 100% يعني يعني لازم تجيب معدل بما يفوق يعني الحادي 11 يعني 11 بالمعدل الجزائري يعني يجيب معدل 11 أو 12 فما فوق من 11 فما فوق يعني يكون معدل لك 11 12 13 14 مهم فوق 11 يعني يقبلوك في هذه المنحة كذلك يعني يجب أن يكون سنك لا يتعدى 30 عاما يعني ما يفوقش يعني ما يفوقش الثلاثين السنة يعني يكون عندك فقط ثلاثين سنة يقبلوك عندك ثلاثين سنة يقبلوك ثلاثين سنة يقبلوك الأوراق المطلوبة للتقديم يعني املأ الكابوتش المنحة جيدا تملأها ذوك نوريها لكم الخطاب النية يعني ركومونديشن لاتر والله موتيفيشن لاتر على حبيت اسمحوا لي الخطاب النية هي موتيفيشن لاتر يعني دير خطاب النية اللي هي موتيفيشن لاتر اللي تطلبها يعني في في الدوكيمون د انسكريبشن كذلك شهادات آخر مؤهل دراسي حصلت عليه ويمكنك تقديم إذا كنت في آخر سنة من دراستك الحالية يعني إذا كنت تقرأ دوزياماني لسانس تقدر انسكري وإذا كنت تقرأ ثانية لسانوي تقدر انسكري كذلك يعني بنسبة يعني تعرفون بأن في وقت كورونا وما إلى ذلك دونك أول شي يجب منحة وإرسالها كافة الأوراق المطلوبة في الإيميل لابات إيميل تفتح لابات إيميل في جيميل وتدير أبليكاش أبليكاشن أبليكاشن أو باز اس بي دابليو برلين ل آآ راح ترسل فيه الوثائق أما الخطوة الثانية هي المنحة سوف تراجع أوراقك وبيانتك وبعدها سوف يتم إصدار قائمة المقبولين ثالثا إذا تم قبولك في المنحة يجب أن توفر قبول من أحد الجامعات وعند الحصول على قبول من أحد الجامعات سوف تتواصل المنحة مع الجامعة وتخبرك بأنك دراستكما إلى ذلك دراستك وما إلى ذلك كذلك يعني تمويل دراستك يعني في الحقيقة شغل هي اللي يتخلص لك لفريتا على الإنسكريبسيون وليفريتا على الجامعة وما إلى ذلك التخصصات والجامعات متاح لك اختير أي جامعة موجودة في مدينة برلين أو بوستدام وممكن تختار التخصص الذي تريد يعني تختار كالكو سبسياليتي لتحوص عليها في برلين أو في بوستدام كذلك يعني حيث متاح كل تخصصات بدون مشكلة يعني كالطيب والله الهندسة والصيدلة والحقوق وجميع تخصصات العلمية والأدابية ملاحظة هذه المنحة لا تحتاج لغة إنجليزية ولا تحتاج لغة إنجليزية أو الألمانية عند التقديم حيث ممكن أن تختار يعني أن تأخذ كورس لغة تحضيرية في الجامعة الذي تريد دراسة بها والمنحة سوف تمويل كورس اللغة والدراسة آخر من أجل هو آخر أجل هو آه هو عشرين آه 31 ديسمبر 2020 لي آه في الحقيقة يعني بتكون عندك يعني يعني الحق باش باش تكون يعني مقبول في آه هذه المنحة آه خدمة التقديم يعني كالعادة خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة أنت تريد يعني في خدمتنا خدمة آه تجهيز الأوراق يعني آه تجهيز الأوراق بشكل احترافي لكي تستقديمها في تقديم لأي منحة تريد خدمة آه تقديم لأفضل وأرخص الجامعات في أفضل دول دراسة في الخارج على حساب حسابك الشخصي على حسابك الشخصي وإذا تريد أي خدمة من هذه الخدمات سوف تجد الرابط الاستمارة كالعادة في صندوق الوصف آه كما كم تشوفوا يعني قديم الآن وموقع الرسمي للمحان دونك نروحوا لآه نقدم الآن كنكلكو على قديم الآن راح تطلع لك آه بي دي اف آه بي دي اف راح تعمره في الآن في landscape ،في أحد القديم陳انس في ميديا أعرف فيسبوك ،ميديا ، في Bleeds ،ّression ، ، تحديدك. قال إذا فرماسيو تتعمرهم وكي تعمرهم ترسلهم في الإيميل. إذا كنتم تحاولوا تعمروا هذه الفورميلر تواصلوا معنا في الفورميلر اللي خليتها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. واللي راح ان شاء الله نعاونكم فيها. وكذلك يعني لفري الانسكريبشن تا هذه المنحة راح تكون ان شاء الله ثمانين دولار بسبب يعني لفري اللي رانا نخلصهم نين ذاك على الخدمة وانا اونلاين. كذلك يعني تكون يعني القبول ان شاء الله يعني مقبول. اما في الانسكريبشن الجامعة بعد قبولك في هذه المنحة سوف يعني نسجلك في احدى الجامعات. طبعا بمالك الشخصي يعني اه لا اعرف يعني اه شاك اونيفرسيتي اه شغل عشاك اونيفرسيتي تطلب يعني مبلغ معين للتسجيل. اذا اي اي يعني اي استفسار يمكنك يعني اه يعني سؤالي به فلا مشكلة يعني يمكنك تواصل معي عبر الواتساب او عبر الكومنت اسفل الفيديو. اه اه اشكركم على اه حسن الازغاء والمتابعة. اه ما تنسوش يعني ابوني ثلاش انتاعي اه ما تنسوش شير و اه و سبسكرايب. وتواصلوا معي باش اه تعمروا الفورميلار بطريقة احترافية وب اه خطاب النية محترف من اه افضل الاسجدة في الجامعات. كذلك يعني اه ما تنسوش اه تبارتاجوا هذا الفيديو مع اه اكبر عدد ممكن. اه سمحوا لي يعني بعض المرات يعني ارسل يعني اه يعني اه يعني اه كنت يعني اه كنت انشر يعني اه فيديوهات يعني شك يعني تروا دو جور ولا انجور. دونك الكونيكسيون شوية ناقصة في الجزائر. وانتم تعرفون ذلك. اه خليت يعني اه يفوت شوية باش. باش ن نبحث على المنح وناجد يعني المواقع الحقيقية لهذه المنح. باش تكون يعني اه الرؤية واضحة جدا لكل من يتابعوني ويثق في كشخص اه مدير الشركة مدير القناة مدير محمد الأمين حمر العيني قناة نشكركم على إصغاء والمتابعة يوم جميل وجمعة مباركة وليلة سعيدة وشاو لا تنسوا أن هذه الملحة رائعة جدا في برلين في بريطانيا في ألمانيا استسمحكم في ألمانيا وآخر أجل راح يكون إن شاء الله في 31 ديسمبر 2020 عندكم الوقت باش توجدوا أوراقكم عندكم الوقت باش تنسكروا في الفورميلة لتالقناة باش أنا ننسكركم فيها بطريقة محترفة كان معكم محمد أمين حمر العين وشاو بونوي وربي يكون معكم وما تنسوا اشتاء بوني فلاشان تاعي